نظمت وزارة العدل بالعاصمة المؤقتة عدن برنامجا تدريبيا تحت عنوان خدمات المرأة المتقاضية في المحاكم الاستنافية والابتدائية وذلك في إطار جهود تعزيز حقوق المرأة وتطوير الخدمات القانونية المقدمة لها بمشاركة عشرين مشاركا من العاملات في الوحدات الإدارية التي تقدم خدمات التقاضي للمرأة في المحاكم المتخاصصة والابتدائية في عدن وفي افتتاح الدورة أكد وزير العدل القاضي بدر العارضة أن البرنامج يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والمساواة في الخدمات القانونية ما يعكس الجهود المستمرة التي تبدلها السلطة القضائية والحكومة لتعزيز دور المرأة في المجتمع وتحسين ظروفها في مختلف المجالات مشددا على ضرورة تعزيز المعرفة والمهارات اللازمة للعاملين في تقديم الخدمات القضائية للمرأة في المحاكم من أجل تحسين تجارب النساء في النظام القضائي مشددا على أهمية تعزيز المعرفة والمهارات للعاملين في هذا المجال من جهته أوضح وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبد الكريم باعباد أهمية هذا البرنامج الذي يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للنساء وتعزيز دور المرأة في النظام القضائي وتلبية احتياجاتها القانونية بشكل أفضل مؤكدا التزام الوزارة بتحقيق أو بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات القانونية